كشفت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد عن اعتماد وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام لقرارات جديدة ترفع بموجبها أسعار تذاكر النقل بين المحافظات نعم ويشير المصدر بحسب ما نقله موقع أثر بريس الموالي إلى أن الأسعار الجديدة لركوب المواصلات العامة بين المدن تضمنت تعرفتين بولمن رجال أعمال 88875 ليرة سورية بين دمشق وحلب وستصل إلى 7800 عبر البولمن العادي ويشار إلى أن مناطق النظام تعيش أزمة مواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود وندرة وجودها المواصلات على قائمة الأزمات في دمشق وريفها وفي بقية المدن والمناطق التي يسيطر عليها النظام الأسد بعد ارتفاع أسعار المحروقات وتخصيص كمية محددة لسائق قطاع الخاص وشغياب لحافلات النقل الداخلي ما تسبب بأزمة لدى الطلاب للوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم نعم شهادات متعددة لمناطق مختلفة في دمشق وريفها تجمع على الشكاوى نفسها الحافلات العمومية والخاصة قليلة والإزدحام شديد للغاية والذهاب للعمل أو حتى للجامعات رحلة شاقة وطويلة نتابع على الدوام هي مشكلة من لا يريد رؤية الحل فالحل يبدأ في أصل المشكلة وليس في لعن نتائجها ومخلفاتها ولطالما كانت المواصلات هي أهم مظاهر الدولة الطبيعية وأحد ركائز النمو الاقتصادي والتجاري والحضاري أنا كطالبة لا تؤرقني الامتحانات بل المواصلات دعاء الوحيد أن تتيسر وسيلة وصولي للجامعة بلا تأخير وبلا تدافع ولا تزاحم بهذه الشهادات المؤلمة وغيرها التي حصل عليها تلفزيون سوريا تبرز معاناة الطلاب اليومية مع هم المواصلات اليومي وصولا للأثار النفسية والأضرار الاجتماعية فحكومة نظام الأسد خفضت عدد الحافلات في مناطق سيطرته تزامنا مع ازدياد أسعار المحروقات وعدم قدرة النظام على دعم قطاع المواصلات العامة الذي يعاني من خسائر وتراجع في الأداء منذ زمن بعيد متمثلة بالازدحامات الكبيرة على مواقف الحافلات وتأخر مواعيدها وما يترتب على ذلك من تزاحم عند الركوب وداخل الحافلة والكثير من السرقات والتجاوزات المخلة بالآداب العامة وظاهرة التحرش التي تجد مبتغاها في المواصلات العامة والخاصة على السواء والفشل في احتواء فيروس كورونا الذي يجد ضلته أيضا فتسعيرة المواصلات في دمشق وبقية المحافظات السورية لا يرتبط بجشع أصحاب حافلات النقل الخاصة التي تتجاوز كلفة ركوبها الشهرية ما يزيد على الرواتب الشهرية لذوي الطلاب والعمال وغيرهم بسبب شح مخصصات المحروقات في البطاقة الذكية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء وعلاج حكومة الأسد متوقف عند تحديد التسعيرة وأطلاق الوعود والاتهامات كعادته أرحب بباسل إبراهيم هو صحفي معنا من غازي عن تابع التركي أهلا بك باسل بداية أهلا بك باسل يعني يقال أن الطريق من دومة إلى دمشق شبه مقطوع وأيضا هناك طرق أخرى من ريف دمشق إلى دمشق مقطوع ما السبب؟ أولا تحياتي نور وأيهم وأيضا لأساد المشاهدين في الواقع يعني مناطق سيطرة النظام حيث تراكم الأزمات يعني أزمة والأخرى حتى يعني تراكمت على أهالي تلك المناطق معظم الطرق يعني إن كان هناك سير يعني إيجارات الحافلات إن كانت العامة أو الخاصة فهي مرتفعة بشكل كبير يعني الطرق مقطوعة بسبب عدم وجود المحروقات وهذا ما يعزيه النظام إلى أن لا وجود للمحروقات في مؤسساته حتى يغذي السائقين وخاصة أصحاب الحافلات العامة يعني عدة شهادات من مدينة دمشق يعني يقولون وخاصة الطلاب والموظفين الذين يريدون الذهاب إلى أماكن عملهم أو دراستهم يعني شهادات من مدينة التل حتى الوصول إلى جماعة دمشق وسط مدينة دمشق يحتاجون إلى من ثلاث إلى ثلاث ساعات ونصف يعني هذا الوقت ممكن قطعه في الوضع الطبيعي من دمشق إلى مدينة حلف فكيف للطالب أن يخرج بهذه المدة ويصل إلى الجامعة مقابل أجرة مادية كبيرة هناك استغلال من أصحاب الحافلات يعني تنطلق حافلتان أو ثلاث حافلات فقط يعني بتعداد عشر حافلات أو خمسة عشر حافلة يعني هؤلاء أصحاب الحافلات يقولون أنه يعني ما في محروقات أبدا فنحن بدنا الإجراء كذا يعني مثلا من مدينة التل أو من ريف دمشق من حرستة أو الغوطة بشكل عام إلى مدينة دمشق يعني مثلا التسعير 400 إلى 450 ليرة يطلبون مثلا السائقين لا رقابة 700 أو 800 ليرة على الراكب الواحد يعني وسط ازدحام شديد في هذه الحافلات أما الباصات التابعة لمؤسسات المواصلات التابعة للنظام فهناك يعني العشرات يتجمعون في هذه الحافلات إضافة يعني هذه التسعير ملتزم بها سائق الباص كونه تابع لمديرية معينة تابعة للنظام ولكن هناك أزمة كبيرة في المواصلات داخل هذه الباصات هناك عمليات سرقة تحصل داخل هذه الباصات هناك عمليات تحرش أيضا تحصل داخل هذه الباصات إضافة للإزدحام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تعاني منه تلك المناطق في ظل انتشار جائحة كورونا وهي الأخطر على أهالي المناطق في ظل غياب الرعاية الصحية في مشافي النظام إلا للمحسوبين عليه وفي ظل غياب أي إجراءات إن كان كمامة أو غير أو تباعد كما ذكرت هل لهذا السبب باسل هم غير مطالبون يعني هل لهذا السبب يعني انخفض عدد المواصلات أو عدد الحافلات يعني نقص عدد الحافلات هو سبب أزمة أيضا كبيرة كما ذكرنا واليوم يعني الموظفون أو الطلاب غير قادرين على الذهاب إلى أعمالهم لأين ممكن توصل هذه الأزمة برأيك أيام تواصلنا مع عدد من السائقين تحديدا في مدينة حلب المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد عدد من السائقين أبوا أن يعملوا على السرافيس أو التكاسي بسبب عدم وجود المحروقات يعني كل خمس أو ستة أيام حتى يذهب عبر البطاقة الذكية إلى محطة المحروقات مشان يعبي 25 لتر 25 لتر ما بتكفي يوم واحد عمليا إذا بده يشتري من السوق السوداء لتر المازوت أو البنزين بتلاتة أو أربعة آلاف ليرة فما بتوفي معهونة بيخسر تماما فممكن أنه يتعرض للضرائب ممكن يتعرض للضرائب من قبل شرطة النظام يعني أنه هو عبي ياخد الزيادة يعني أقل ضمن حديث مع شوفير أحد التكاسي بمدينة حلب قال يعني الخمسة يعني كيلومترات ممكن نحن ناخد عليها عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف ليرة وهذا مستحيل أنه حدا يدفع في ظل الأزمات المعيشية التي يعيشها الأهلين فأنا من الأفضل أني أنا أكرج هاي السيارة وأبطل أشتغل أروح أشتغل شغلة تانية فهذا الشيء اللي سبب أزمة المواصلات قلة عدد السيارات ارتفاع المحروقات وبالتالي يعني عبي يكون الضحية هو المواطن خاصة الطلاب يعني مثل ما ذكر التقرير يمكن أنه ما بيحسبوا حساب للامتحانات أكثر ما بيحسبوا حساب للمواصلات صراحة يعني ممكن أنه يطلع قبل بساعتين أو ثلاثة أو ممكن يروح مشي من بيته هل الجامعات عم تراعي وضع الطلاب الجامعيين اللي عندهم عملي ولازهم يحضروا بوقت محدد أو على محاضراتهم هل الجامع عم تراعي وضع الطلاب اللي عم يتأخروا عن محاضراتهم أو حتى في حال كان عندهم امتحان بالجامعة تأخر لأنه ما في مواصلات هلأ ما في مواصلات مثل ما شفنا عدد من الدكات من دكات ترا أو المدرسين في الجامعات مثلا في كلية العلوم في جامعة حلب فأحد المدرسين قال أنا أجي ماشي فما أعتب على الطلاب يجي ماشي مثلا ما في مراعاة يعني يجب أن يحقق نسب الدوام أكثر من 70% كي لا يحرم من الامتحان وهناك صرامة في الدوام وتجديد بشكل كثير يعني لا مراعاة للطالب ولا مراعاة للموظف بشكل كبير يعني في دوائر النظام يعني دبر حالك مثلا ما في مواصلات دبر حالك ما في أي دبر حالك هلنا ماشيين على مبدأ أنه خلاص دبر حالك طيب ممكن هو يكون بيته بالمحافظة بس في عالم عم تجي من قرى مثلا أنت ذكرت بحلب ففي عالمانا ساكنين بالمحافظة ساكنين بقرى كي بدون ينجي ومشي يعني شو الخيار قدامه القرى معظم أهالي القرى هني عبي ياخدوا بيوت أجار ولو كان عبي يجمعوا ست أو سبع أشخاص في بيت واحد عبي يتساعدوا على دفع أجار هذا البيت حتى يعني ممكن أنه يكون أجار البيت يكون أرخص من المواصلات في حال توفرت المواصلات إلى تلك المناطق يعني مثلا أو يعني إذا شنا الطلاب وشنا الموظفين وحكينا بين الجهة الأخرى هناك المرضى يعني المرضى اللي عبي يعانوا بشكل أكبر يعني مثلا تواصلنا مع إحدى المريضات في مدينة جبلة تحتاج إلى جرعات طبية في مشفى الوطني في مدينة اللاذقية هي مريضة سرطان تحتاج بشكل أسبوعي أربع أو خمس ساعات انتظار بكراج جبلة حتى الوصول إلى مدينة اللاذقية وأيضا مثلها خمس ساعات تقريبا للرجوع وهنا يعني كل المسافة تماما يعني كل المسافة 26 كيلو متر تماما يعني زراحة ماشي بتوصل قبل أكيد نشكرك كنت معنا باسل إبراهيم صحفي من غازة عنتاب التركية شكرا باسل اشتركوا في القناة